لم يتخيل هؤلاء الجنود الذين دافعوا قبل أسابيع عن تخوم العاصمة كييف بالغرب أنهم سيطاردون القوات الروسية على تخوم شرق خاركيف وسط أوامر ميدانية بملاحقتهم حتى الحدود الروسية تغير في طبيعة المعارك ومستوى جديد من القتال كما يقول قادة الأوكرانيون في الميدان لقد تحولت الحرب إلى مستوى جديد من القتال بالمدفعية عن بعد وبصرف النظر عن الأسلحة المضادة للدبابات التي تساعدنا أوروبا بها لدينا مدفعية بعيدة المدى عالية الدقة وهي أفضل من التي تمتلكها روسيا وهذه إضافة كبيرة هجوم مضاد تقوده القوات الأوكرانية بعد أن تمكنت من مطاردة القوات الروسية بعد كسر الحصار الذي فردته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد والتي تقع على بعد أقل من 40 كيلو مترا من الحدود الروسية ومحاولة للضغط على القوات الروسية للتراجع نحو مدينة إيزيوم على بعد 120 كيلو مترا من خاركيف على الطريق الرئيسي باتجاه الجنوب الشرقي ما سيصعب مهمة تطويق القوات الأوكرانية على الجبهة الشرقية في دومباس ويقطع خط الإمدادات التي تعمل على تأمينه القوات الروسية هجوم اعتبره حاكم منطقة خاركيف أنه سيؤدي إلى تراجع موسكو على بعض الجبهات في الشرق وتحول ميداني سيزيد من قدرة القوات الأوكرانية على تعطيل خطوط الإمداد الروسية وانتكاسة خطيرة لموسكو في معركة دومباس ورسالة أوكرانية مفادها بأن معارك الشرق لن تقل دراوة عن معارك الغرب ترجمة نانسي قنقر